السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة يا رب باذن الله النهاردة هنعمل مع بعض البني سر الارمشة بقى واللون الدهبي الخطير هنتعلم ازاي هنقطع الفراخ بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة للبنوتات اللي ما بتعرفش تقطع البني كويس او بطريقة صح يعني تطلع لك بص القطعة خطيرة كده زي ما انتم شايفين هنعمل البني النهاردة بطريقتين مختلفتين لكن الطريقتين اللون كده زي ما انتم شايفين دهبي وخطير الطريقتين ما ارمشين الطعم حلو جدا جدا ولزيز يلا بينا نشوف بقى احنا عملنا البني ازاي نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في البداية هنشوف بقى ايه التقطيع هنقطعه الزي انا معايا هنا السدر زي ما انتم شايفين كده هقلبه هضغط عليه كده بالشكل كده وباي سكينة حامية تمام هبدأ اني اشوف كده السمك اه اللي انا هقطع عليه وهبدأ اني اضغط وقطع اضغط وقطع سدر الفرخة عموما اما بتقطع تلات قطع لو كان متوسط او اربع قطع لو كان كبير السدر ده متوسط معايا بصوا انا هنزل هنا كده نصف سنتي وبعد كده هبدأ اني اضغط وقطع كده بالشكل ده انا بضغط عشان اللحمة نفسها مات ايه اه يعني متتزحلقش مني بتروح يمين او شمال وخلي بالك طبعا لو كانت سكينة حامية من صوابعك او ايدك او كده طيب لو انا ما بقدرش هتحكم في التقطيع بصوا يعني القطعه حلوة كده ومفروضة وجميلة جدا بعد كده القطعه دي هقطعها كده برضو اتنين هيبقى اربع قطع بس هتبقى صغيرة شوية العرض هيكون صغير طيب لو التقطيع معيك مش بتعرف تتحكم فيها ممكن تحطي قطعة السدر في الفريزر لمدة عشر دقايق بس عشان تقدري تتحكم فيها او لما تضغطي عليها تقدر تتحكم فيها اه الفريزر هيجمد هالك شوية بصوا هنا لو كان عندي حتة ساميكة بل لكن صغيرة لو انت قطعيها هتبقى رفيعا جدا بصوا بقى انا هقطعها كده هفتحها من النص وهسيبها مربوطة في الاخر مش هفصلها لحد الاخر بالشكل ده كده وبعد كده اضغط عليها بايدي كده ابطتها هتبقى ايه عريضة وهتبقى سمكها برضو صغير جدا بصوا هتتقل كده هتبقى سمكها عريض بالشكل ده كده تعالوا بقى نشوف التدبيلة بتاعتي انا معايا هنا كوباية من عصير الطماطم وآآ بصلايا يعني انا معايا بصلا متوسطة ومعايا برضو طماطمية متوسطة في الخلاط كده دربتهم كويس جدا ملح وفلفل وشطة وشوية بابريكا صغيرين وهقلب بالشكل ده طبعا انا مش هحط هنا بهارات كتير في التدبيلة لان طبعا انا حطى التدبيلة كلها في البقسمات وهحطها كمان في الدقيقة اللي انا هستخدمه فكله هيشرب من كل فراخ اللي معايا دي بسم الله ما شاء الله فراخ طرية اللحمة بتاعتها طرية وحلوة جدا لانها مش تربية مزارع تمام عشان كده انا مش هحط لبن او زبادي على التدبيلة لو انت عاوزة تحطي معلقتين لبن او معلقتين زبادي ما فيش في مشكلة وطبعا انا حطيت خل لكن مش واضح اللي انا حطيت خل حطيت برضو في الاخر معلقتين خل وهغطي التدبيلة دي وحطها في التلاجة آآ يعني اقل حاجة ساعتين من الليلة كاملة لساعتين معايا كده كوبايتين كبار من الدقيق عليهم بقى بوهارات زي ما تحب بقى مالح وفلفل اسود وبابريكا لو انت بتحبها سبايسي حط آآ شطة آآ بوهارات فراخ انت فاهمين بقى لا سبع بوهارات بتهم بودر بط بصل بودر الحاجات الحلوة دي وبعد كده معايا بطين زرة كده من الفلفل الاسود تعالوا بقى نشوف اول طريقة هنستخدم البقصومات الديقيق وبيض وبقصومات زي ما انتم شايفين كده اول حاجة هنحط القطعة البنية في الدقيق وهنفض بالشكل ده كده وبعد كده هحطها في البيض وبعد كده في البقصومات بالنسبة للبقصومات انا البقصومات دي انا بعملها في البيت ليه بقى بعملها في البيت لاني طبعا اشتريت قبل كده بقصومات ما كانتش كويسة والواحد كده تخض كده لما شافها يعني تقريبا كانت التخزين السوفر ماركت كان مخزينها بطريقة غلط فكانت مش كويسة ومن يوميها بعمل البقصومات في البيت الطريقة ان شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف عبارة عن عيش ومجموعة حلوة كده من البهارات وبتطلع معايا تحفة تحفة وخطيرة بسم الله الرحمن الرحيم بصوا بقى انا هنا بحط كده دي اول طريقة او اول تدبيلها طبعا الفراخ بعد ما تدبيلت بتحطيها في الديق وبعد كده في البيت وبعد كده بتخرجيها تحطيها في البقصومات بتضغطي عليها بالشكل ده كده بتضغطي جامد عليها بالشكل ده طبعا انت بتستعملي ايدك اليمين مع الديق والبيت والايد التانية مع البقصومات بالشكل كده بصوا القطعة حلوة جدا معايا بالشكل ده ودي اول طريقة للتدبيل القطعة معايا حلوة البقصومات كله لازق على او متسبت كويس جدا على قطعة البني بالشكل ده كده هخلص كل الكمية بالطريقة دي دقيق وبعد كده البيت وبعد كده البقصومات بصوا انا بحط البقصومات كده وبضغط عليها كويس جدا طريقة سهلة يعني بالشكل ده كده القطعة معايا حلوة جدا والمكونات متماسكة عليها كويس هخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة وتعالوا نشوف الطريقة التانية هنعملها ازاي عملت نص الكمية بالطريقة اللي هي بالبقصومات ونص الكمية هعملها بالطريقة دي الطريقة دي برضو حلوة جدا والولاد كمان بيحبوها لان هي بتبقى مقرمشة اوي 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 لكن طعم الطريقتين زي بعض بالزبط فيش اي اختلاف آآ نفس برضو دقيق المتبل الحلو ده هنحط هنجيب قطعة الفراخ المتبلة وهنحطها كده في الدقيق زي ما انتم شايفين بصوا انا بعمل دقيق ازاي طبعا بجيب كمية بكمية عشان انجز بس في الطريقة ما بضلش فترة طويلة في اني اتبل الفرخ معايا هنا الطبق ده في مياه ما فيش فيه اي حاجة لو مياه ما اصير بصل ما فيش فيه مشكلة بجيب بقى قطع الفراخ اللي هي من الديق دي وبعد كده احطها في المياه ببدأ اعمل بقى الفراخ في الديق وبعد كده احطها في المياه وبعد كده ارجحها تاني النفس دقيق وحطها في المياه وهكذا بعمل العملية دي اهو الحاجة دي تلات مرات تلات مرات بتبقى الطبقة بتاعت اللي هي الفراخ مرضي حلوة جدا تبقى كويسة لو انت عاوزاها ساميكة اكتر ممكن تعمليها من اربع او خمس مرات من الديق للمياه وهكذا بصوا 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 قطعة البنيت وحفظ زي وتحسن هي الطبقة حلوة قوي معايا هنا الزيت على النار اول ما زيت يسخن معاكي بتبدأي يتهدي النار لتحته وتبدأي ان انت تسوي البني على نار منخفضة تمام عشان انا مش عايزة البني اللون معايا يغمق معايا لأ انا عاوزها يستوي بالرحلة معلها واللون كمان يكون دهبي وحلو طيب لو انت هتعملي زي ما انا عملت كده البني بتدبلتين اللي هي تدبلة الديق او بعدها تدبلة البقصومات هنقل الاول الديق تمام وبعد كده نقلي البقصومات بعدها لان البقصومات بتنزل في الزيت فتفيد خلاص كده ممكن تتحرق منك وبعد كده تتكون على قطع البني بتكون شكلها مش حالو يعني خلاص انا كده خلصت اللي هي الطريقة اللي هي بدي ايه الزيت معايا كويس برضو اه مش محروق ولا حاجة بعد كده هنبدأ نحط اللي هو آآ البني اللي هي بالبقصومات على نار هادية كده طبعا الزيت سخني معايا وبعد كده هنقل بيمين شمال ونهدي النار بتكون هادية ونطلع البني باللون اللي انت تحبيه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلوا على الحبيب بصوا هنا كده تلاحظوا ان الزيت اغمق شوية لان البقصومات بتنزل فتفيت وبتتحرق مننا فلما نيجي نقلي نقلي اللي هو البني اللي بتتبلت الدي الاول عشان الزيت يكون لسه نضيف كده وجميل بصوا بقى على شكل البني تحفة بصراحة ريحته حلوة جدا خطيرة والله يا جماعة بسم الله ما شاء الله ما ارمش جدا الطريقتين ما ارمشين وحلوين اوي اوي جربوهم وان شاء الله هيعجبوكم حاببتي في النهاية يا ربي تكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو النهاردة ياريت ما تنسيش اللايك تكتبيلي كومنت جميل كده او تدعيلي دعوة صالحة ولو ما كنتش لسه اشتركت في قناتي ياريت تشتركي وتفعال الجرس وفي الخاتم بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي